بيان للفارق الكبير وهو مدرك بالوجدان والحس الفارق بين الأعمى الذي لا يبصر شيئا ولا يميز بين الأمور وبين البصير الذي يرى الأشياء ويميز فيما بينها وهذا مثل للمؤمن الذي رأى الإيمان وفوائده وللكافر الذي انغلق على نفسه وعمي عن رؤية الحقائق وهذا أيضا بيان أن الظلمات تحجب الرؤية وتخيف وأما النور ففيه تتضح الأشياء ويؤنس الأحياء وتدب فيه الحياة والحركة والظلمات هي الأباطل والنور هو الحق ففي الظل الفيء راحة وسعادة ونعيم واسترخاء وفي الحر الشديد أذن وضرر وشقاء ولا يتساوى الأحياء الذين تنبض فيهم الحياة ويتحركون ويخططون ويبنون الحضارات مع الأموات الأجسام الفاقدة للحياة والحركة والحس والفارق بينهما كبير ولو أراد الله أن يسمع الناس جميعا لأسمعهم بالقهر والغلبة فأذعنوا كرها عنهم وأما أنت يا محمد فكما لا تسمع الموت لفقدان الحياة فيهم فأن هؤلاء الكفار موت القلوب لا يستمعون إليك ولا يتأثرون بك